بالانتصار لا يجب ان يسكب مزيد من الدم ولا يجب ان تضيع الانتصارات التي تحققت بدم الشهداء وبتضحيتكم وبجهودكم فاحنا لا ندعوكم الى شيء الا الحفاظ على امنكم وامن هذا البلد يمكن انت لو هديت شوية مصرح تهدى كلها والناس هتتوقف عن قطع الطرق وعن عدم الذهاب للعمل او الاعتصامات الضخمة من حق اي حد يتظهر سلمي ويعتصم ويدرب بس خلونا ننظم المسائل بيننا وبين بعض خلونا نحصل على حقوق العمال والموظفين واحدة واحدة وعن حقاها في العهد الجديد خلونا نحافظ على بلدنا خلونا نحمي حدود شمال فيه سوريا مصطفى النهاردة طلع قرار من الحكومة بتاعين كل العمالة المؤقتة ازم ايه بنعمل يعني فيه خطوات فيه خطوات التم اللي هم بقعوكم بحق هذا الوطن وبحق التراب هذا الوطن ساعدونا ساعدوا نفسكم ساعدوا اصاركم ارجو من كل اب وام ان يقيم حوار مع ابنه وبنته من اجل مصر نرتفع عن اي حاجة نهاردة بقت بلدنا في خطر ما بقاش القضية اصلاح بقت مصر في خطر انقاذ انقاذ مصر واستثمار ما تحققتم ما حققتبوه انتم بيديكم وبدماءكم اللي بيحصل ده واحدة من اثنين يؤدي الحكم العسكري تسقط فيه كل الانجازات ونندم يا اما حيؤدي الى خراب بلدنا وساعتها مش هنسامح نفسنا ابدا انا يعني انتم تعلموا ان انا كنت معاكم من يوم 25 كلنا انا وامراتي وولادي ويوم 28 ولغاية مبارح انا وامراتي وولادي احنا كلنا مع هزين الصورة وخرجنا وقاعدين فيها وانصمنا الاتصاب واحنا مستمرين مع هذه الصورة لكن النهاردة الموضوع في خطر اولا هذه الصورة حققت كل اهدافها نظام مبارك سقط حسني مبارك ترك السلطة الدستور يتم تعديله المادة الخاصة بالطوارئ سوف يتم الغاها كل دي مكاسبكم انتم انتم اللي عملتوها انتم شباب الصورة اللي عملتوها في 25 يناير كل ده عملتوها وانتم في داخل مدان التحرير اذا كان ليكم رغبات لسه متحققتش ارجوكم استمروا في اعتصاركم وحنا معاكم وحنا معاكم وذكرة الصبح انا نزل لكم كحتي خليكم في مدان التحرير وكلنا معاكم انا وكل زملائي لكن الدخول في مواجهة مع الحرس الجمهوري ده شيء خطير ده شيء خطير ارجوكم واناشد مرة اخرى سيد المشير تنطوي نحن ننتظر البيان الثاني للمجلس لعلى قوات المسلحة نرجى سيد المشير ان يصدر هذا البيان لحل هذه الازمة القرار الان بيد السيادتك ارجوك يا سيد المشير تدخل لحماية مصر وامن مصر وامن شباب مصر انا بشكركم جدا واتمنى اتمنى من كل قلبي قال له يصاب واحد بس او شاب واحد من اخواتنا ولاد من المجودين الياردة ارجوكم يا ريت كلنا نكلم ولادنا كل اب وكل ام اللي تليفون ممكن نكلمه يقول له ارجع اوعد سمدان التحرير ما تروحش اصل العروبة اذا راح قصر العروبة حصلت مواجهة مع الحرس الجمهوري مش عارفين العقبة ايه سيد المشير ارجوك ادخل لمنع هذه الكارثة ان تقع الجيش طول عمره له موقف عظيم ارجوك يجب ان اخوات المصرح تدخل تحول دون حدوث اي تشابك بين الحرس الجمهوري وبين اخواننا الشباب الى رايحين دلوقتي الى قصر العروبة واخيرا اتمنى وادعو من كل قلبي ان مصر استيقظ بكرة ليها في امن وامان وسلام وطمأنينة وان نقب جميعا الان بعد ما حققنا من انتصارات كبيرة نقب جميعا ونعود مرة اخرى في خندق واحد متكاتفين متعانقين عشان خاطر نبني بلدنا نبني مستقبلنا نبني حياتنا بشكركم جدا جدا معنا واقل غنيم واقل مساء الخير مساء الخير يا واقل مساء النور وقت التلفزيون مسوضلك يا واقل لو سمحت لا سمحت حد يا وقت التلفزيون اولا يا واقل انا بهنيك يا حبيبي وبهنيك وشد بعدينك بقولك انت عظيم وانت مفجر هذه الصورة واحنا كلنا سعداء بالعمل الرائع اللي انت عملته انا مش مفجر الصورة بس براح انا واحد من الشباب اللي حركوا اللي حركوا لناس بس انا مش مفجر لا والله النهاردة كان معايا والدة خالد سعيد اللي ارحمه قالت انك انت خالد سعيد الاخر ربنا اوفاك ويحفظك بص يا عمري عشان عشان نبقى الموضوع يبقى واضح احنا انا انا موقف الشخص احنا عملنا كل ده عشان نبنحب بلدنا ومصلح ببلدنا وانا شايف ان احنا انا مكاسب سياسية كبيرة جدا ولكن انا عايز اقول لك انه دلوقتي ده وقت مهم جدا ان احنا لازم ما نبقاش بنكلم ناخثينا اوكي يعني لازم اللي نكون بنتكلم معهم دلوقتي هما الشباب المعتصن في التحريف لانهما دول الشباب اللي التعبان وهم دول الشباب اللي شافوا الناس بتحضي على قديهم وهما دول الشباب اللي متضايق وهما دول الشباب اللي كانوا بيطالبوا بالتنحي هما اللي بدأوا للمطالبة بالتنحي بعد عدم بتنحي رئيس مبارك بعد عدم على طلباته الناس دي نهار داخل طاب الرئيس بنزالهم مكانش كاتي لأمنه لم يكن تنحي كامل الناس من ناحية المكاسب الجاسية انا شوف ان احنا مشهنا في التجاه وخلص مش هينفع نرجع عنه وهو انه الحمد لله اخدنا مكاسب كتير جدا الوقت بلاش مستعجر الدنيا انا هعمل دلوقتي نستطلع رأي على الطفحة ونسأل الناس كلها دايما كنا بنعمل قبل كده عشان ناخد رأي اغلبية الناس اللي بتشارك الطفح واقل غنيم رأيه شخصي لا يجب ان يفرضه على الناس كلها واقل غنيم هو دركة بالحصان وماسك اللي جان بتاع الشباب الشباب يتطرب اغلبهم من منطلق بردي فيه ناس فيه شخصيات كتير بتأثر فيهم وكذا بس قبلك انه فيه ناس مرت بظروف صعبة جدا تخلي الكلاب عقلانية معاهم بعد الكل اللي حصل لهم وبعد كل التجاوزات اللي حصلت لهم يعني شوية انا عايز اقول شوية عبت يعني معلش برضو فيه تأخر كبير جدا في كلام عن محاسبة كل الناس اللي اخطأت الشباب دي الناس اللي دخلت بالاحسنة وبالجمال ودرابتهم صحية الناس اللي درابت عليهم مرتبط حي انه عرضه ما ينفق احنا كلنا عايزين نحقن جباق المصرين وانا قلت انا المتعدة نموت بس نموت عشان كوز عشان احنا عايزين نحقق حاجة للبلد وفي نفس الوقت عشان بلدنا دي تتطور مش هنموت عشان احنا هنقصل فضاء فتخلينا بلاش الله يخليهوا كلك وجيل كل القنوات اللي عادة تتطاعي محدش يحط كلام في واقل غنيم واقل غنيم ياخد قراره تقول لي واقل انت موافق على موضوع المزاهرة المتجهة دلوقتي لأصل عروبة مخالف لقرار الشباب لا قيمة له اصلا وهيبقى اول واحد بتقال عليه ان هو خاين وباع القضية هو واقل غنيم فتخلينا نلسى دلوقتي واقل انا بسألك سؤال دلوقتي محدد انت موافق على المزاهرة المتجهة لأصل عروبة لا انا مش موافق على المزاهرة طبعا انا مش موافق على المزاهرة بس انا لا املك ان اقول للناس دي تعمل كده او متعملش كده لكن انا طبعا مش موافق على المزاهرة احنا كنا اكتشلي انا عامل او انت واحز انا عامل قلنا ان يوم الجمعة ده عايدين يبقى اسمه جمعة الشهداء عايدين نتقرم الناس اللي ماتت كلها وعايدين نعمل مسيرة صامتة جنازة اكتشلي صامتة مهيبة بتمشي من العبثية للتحرير كان كل هدفها ان احنا نقول لكل الامهات اللي ماتت ولادها يا جماعة ولادكو دمو مش هادر ولادكو تسببوا في تغيير تغييرات كثيرة جدا ولسه هيكون في تغييرات مش هتتوقف احنا فتحنا صفح انا كنت قاعد مع وزير الداخلية اول ما خرجت لما كان بيكلمني انا كنت قاعد مع ند الند عمر ده ما كان بيحصل وعمر ما شاب عنده 30 سنة كان بيقصد وزير الداخلية يتكلم مع ند الند وده مش علشان وزير الداخلية غير رأيه مقرر انه يسمع للشعب ده عشان احنا فرض ما الكلام ده عشان احنا كشباب فرض ما عليهم ان هم يسمعوننا وعرفوا ان احنا لنا قوة ولنا صوت دلوقتي تبونا شوية بس ادونا فرطة بلاش ضغط بلاش تحطوا كلام على الفن ادونا فرطة عشان نلحق ننقذ الموضوع والله يخليك خلوا بلاش نعود نكلم بعدنا يعني عارس بلاش نعود نكلم بعدنا في التلفزيون اللي واخدين القرارات دي ناس قاعدة في التحيير متشاكل يا وائل جدا عموا يعني وائل غنيم اكد على نقطة انه هو لا يوافق على الذهاب الى قصر العروبة يعني جماعة يعني وائل وانا بصغف جدا في وائل وفي اراء وائل انا بقول لكم وانا اضم صوت الوائل ارجوكم عودوا مرة اخرى لميدان التحرير ربنا يحفظكم ويحفظ مصر كلها مشكورك سيد مصطفى سيد ماجد الجلاد بشكركم يعني كنتم معنا تحملتونا كثيرا مشكوركم جدا ربنا يحفظ مصر اشتركوا في القناة